مدينة إكسبو دبي حيث أكد اسمه الشيخ أحمد بن صعيد المكتوم رئيس هاية دبي للطيران المدني في كلمته أمام المكتب الدولي المعارض في باريس أن مدينة إكسبو دبي ستكون موطنا عالميا للإبداع ونموذجا لمدر المستقبل من باريس تقرير محمد وموسي وجاء وفد اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس لتقديم حصيلة أكبر معرض في العالم جمع مائة واثنتين وتسعين دولة واقعيا وافتراضيا وعاطفيا في دبي فأمام الجمعية العامة للهيئة الدولية في دورتها المائة والسبعين والتي عقدت هذا العام بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام قدمت دولة الإمارات حصيلة إكسبو 2020 دبي وعرضت إرثه بوصفه استثمارا طويل الأجل في المستقبل يحمل اسم مدينة إكسبو دبي بالفعل اليوم نهاية الإكسبو بالنسبة لدبي ولكن في نفس الوقت إطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم مدينة إكسبو في نفس الموقع فهي أنا الواحد يقول نهاية إكسبو ولكن بداية إكسبو أيضا في الموقع الحالي لنشكر الحكومة الرشيدة بالعمل اللي أتم وإنجز على مدى 11 عام اليوم نودع هذا المكتب البيائي ونقول إلى موقع آخر في دبي يحمل أيضا نفس الاسم رغم ظروف الصعبة هذه شهادة الجميع بأن دولة الإمارات ومدينة دبي أو إكسبو 2020 أقيم تحت ظروف صعبة ولكن نجح بشهادة الجميع دائما شهادة الجميع هي الأهم وإن شاء الله دولة الإمارات دائما من أعلى إلى أعلى المكتب الدولي للمعارض عبر خلال اجتماعه السنوي عن انبهاره بمشروع مدينة إكسبو دبي الذي جرى إطلاعه عليها مشروع سيخرج إلى حيز الوجود شهر أكتوبر المقبل وسيكون موطنا عالميا للإبداع واصفا المدينة الجديدة بطريق المستقبل وخارطة طريق نحو الخمسين عاما المقبلة أعتقد أن الإرثة ربما يكون أهم جانب في كل معرض لا بد لنا أن نترك آثارا طويلة الأمد لمواطنين مدينة والدولة ومدينة إكسبو العالمية دبي بالنسبة لي الاستمرار هو الأساس في هذه الرحلة الضخمة والناجحة وأعتقد أن هذا هو ما سيدفع دبي للأمام ويبقي المعرض في أذهان الجميع كما أن المهم هو الدور الذي ستلعبه خلال الخمسين عاما القادمة ورغم الظروف الاستثنائية التي اجتازها العالم بسبب جائحة كورونا نجحت دبي في تحدي تداعيتها وتقديم ما وعادت بها فقد سجل المعرض 24 مليون زيارة وشاركت فيه 192 دولة لكل منها جناحها المستقلة فضلا عن الكثير من الجهات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات وصلت الضوء على موضوعات الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والإبداع والتواصل الدولي قبل تسعة أعوام انتزعت دبي شرف استضافة إكسبو 2020 من هنا من المكتب الدولي للمعارض بمشروع حضاري عملاق تواصلت فيه العقول والصنع فيه المستقبل استضافته وبرعت في تنظيمه فأبهرت العالم وهي تعود اليوم إلى نفس المكان لتبهره مجددا بمشروعها العمرانية الجديدة مدينة إكسبو دبي محمد وموسي لأخبار الإمارات